لسنين عديدة حرمت هذه البيوت والشوارع من أصحابها وظلت تنؤ تحت نير الإرهاب التكفيري هو اليوم أثارا بعد عين مع الضمية الشام الخاصرة الغربية لدمشق بعد أشهر من دخولها بالمصالحة الوطنية تنتظر تكريس مصالحتها واقعا خدميا ويكذب هذا الواقع ادعاءات التغيير الديمغرافي في مناطق المصالحة أوضاع الخدمية تقريبا شبه 30% 70% لا بالنسبة للكهربا غير متوفرة نحن ناخد كهربا على شريطة شريطة لا تساوي شيء التلفزيون لا يشتغل بالأساس العالم عما تموت للطالحة عربتها تخبز هنا حق 100 ليرة الآن الفرن هلأ يمكن حيث كازية ممفتوحة لبكرة السرفيس أجار طريق السرفيس من الجديد من البرامكة اللي جديد خمسين عنا لا يتجاوز 300 متر خمسين ورقة طب ليش يعني إذا المعاش الموظف 20 ألف بتكلفوا 10 ألاف بس أجار طريقه وإيما تبعدين لا لازم يرجعوا على البلد الحمد لله إحنا بأمان وطمئنان الحمد لله طب ليس لك شغلة أنت كنت ساكنة من قبل بالمعظمية ما أنا هون بلدنا بس كنا بالروج جعنا فتنا عجوبة جولة ميدانية لمحافظ ريف دمشق علاء مونير إبراهيم وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور همام حيدر فيلم عظمية لتفقد الواقع الخدمي والتنموي والتعليمي فيها تخللها اجتماع مع أعضاء مجلس المدينة للاطلاع على الجهود المبذولة لإعادة تأهيل كافة القطاعات فيها اجتماعا شعبيا استمعوا من خلاله لمشكلات الأهالي واحتياجاتهم وصعوبات عودة الحياة فيها سألنا عن وضع المحطة لنا له جاهزة مية بالمية جاهزة عم تعطي خدماتنا المواطنين؟ ما فيها بضاعة لتعطي خدمات بكرة بدي يزودنا بالبضاعة عملنا جولة بالمدينة كان في واقع الأفران والمحطات الوقود إضافة إلى واقع الكهرباء والمياه وكل خدمات لها يعطينا توجيهات وإن شاء الله من بكرة سيبدأ الأفران تعمل هنا لتأمين الخبز وما يطلبه المواطن هنا بإراحة المواطني بالإضافة إلى الجولة اللي صارت على المركز الصحي اللي شفناه كان وضعه متعرض للتدمير من قبل الإرهاب اللي كان هنا عطينا توجيه كمان لمدير الصحة لتجهيز هذا المركز خلال عشرة أيام إن شاء الله إعادة تأهيله من جديد تأتي هذه الجولة لإطلاع على الواقع الخدمي والواقع الاجتماعي والواقع المعيشي للمواطنين والمتابعة لمعاناتهم والهموم التي يعيشونها نتيجة الإرهاب الذي كانت قد تعرضت له هذه البلاد في الفترات السابقة واليوم الدولة والحكومة السورية تدعم العمل الاجتماعي أيضا في هذه المناطق وتعزيز اللحم بين المواطنين والربط بين المواطن وبين دولته مرحلة ما بعد المصالحة أتحويلها إلى واقع تحديات تتطلب تضافر جهودا بين السكان والحكومة لتثمير هذه المصالحات خيرا وتطوير